النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناقرنو كرباخ تسبب في مقتل 14 أذريا وأرمينيا واحد وتعد هذه المرة الأولى التي تتكبد فيها أذربيجان مثل هذه الخسائر منذ مارس أذار 94 وزادت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة بين البلدين مع تبادل لتهم من جهتها واشنطن دعت الجانبين لاتخاذ إجراءات فورية لاحتواء التوتر وتعد جذور الصراع إلى العام 23 حين أعطت الحكومة الروسية منطقة ناقرنو كرباخ التي تسكنها أغلبية أرمينيا لأذربيجان وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي اندلعت الحروب بين أذربيجان وأرمينيا بين العامي 88 و94 خلفت 30 ألف قتيل ومئات الألاف من اللاجئين